كاملين معاكم في ملفات والملف اللي هتكلم عنه ودلوقتي ملف حلوة قوية السنوية العامة لابتحانات دخل علينا هل علينا هي طبعا توطر كبير جدا والطلبة بيتحطوا تحت ضغط كبير جدا وتعالوا ما ننكرش انه 80% 70% كتير يعني من اولياء الامور بيحطوا ولادهم تحت ضغط كبير انت لازم تجيب مجموع كبير انت لازم تنجح لازم تقفل الابتحان اصل انت عبقاري اصل انت فظيع اصل بنت خالتك جابت 95% عجيبية اقل منها اصل ابن عمتك دخل طب وانت هتدخل ايه الضغط اللي احنا بنحط ولادنا فيه كبير جدا وبدون داعي هو كل واحد حسب ما يعرف يجيب يعني لو واحد شاطف بجد واشتغل على نفسه بجد هيجيب لو واحد عبقاري والمفروض النوايب يا دكتور يا مهندس هيجيب كل واحد هيجيب اللي استحقه وبقى فيه مجالات تانية دلوقتي غير الطب والهندسة والله السوق محتاجها جدا جدا ومش بتحتاج يعني ما جميع علي قوي والسوق محتاجها حقيقي بدل ما بنطلع عدد من الاطباء والمهندسين والمحاميين واحنا مش عاركين نشغالهم من همش مكان فياريت الناس والله تبتدي شوف سوء العمل دلوقتي طالب ايه وعايز ايه ونبتدي نشتغل عدد ولكن احنا دلوقتي او في الملف ده هنتكلم عن الحالة النفسية للطلبة ولأولياء الأمور الأرقام قدامكم على الشاشة كلمونا على الأرقام دي لو حد عنده أي استفسار معانا طبعا ومنورني في الاستوديو بينورني دايما والله الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يا أهلا أستاذ أميرة يا أهلا مساعدة منورني يا دكتور الله يخليك بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض ته صحيح بس بتنورني دايما حيح الله يخليك ده موضوع مهم الضغط اللي الطلبة بيتحطوا فيه أنا بشوفه انه ضغط كبير جدا وبيأثر عليهم نفسيا بشكل كبير رأيك ايه في الموضوع ده معروف بشكل مؤكد في العلم انه حالة القلق لما بتبدأ بتدي نوع من الطاقة الزيادة في الأول آه فتخلي الشخص يشتغل زيادة يبقى مركز زيادة لأنه مهتم والآن على النجاح زي ما مثلا حريك بتبدأي البرنامج كده فبتبقى الآن في بداية الفقرة أوي على أساسها بالضبط كده فقرة تعمل كويس وده قلق طبيعي وقلق يعني بيحسن الأداء لكن عند مرحلة ما المؤشر بيعدي المنطقة الخضرة دي اللي بتزود وتحسن الأداء ويدخل في المنطقة الحاملة المنطقة الحاملة دي ما القلق يزيد أكتر بيخلي بقى القدرة على التفكير بتبقى ضعيفة جدا القدرة على التذكر بتبقى ضعيفة جدا القدرة على حل المشكلات ضعيفة جدا عشان كده تلاقي طالب كان شاطر جدا وبيذكر طول السنة ويقولك ده كان بيقفل امتحانات مع المدرسين وكان كل حاجة بنسأله فيها عارفها وتوقعونه ان هطلع الاول على الجمهورية يقولوا ايه اللي حصل ويقولك اتحسد اه بزرح كده هما بيقولوا اتحسد فعلا اتحسد الحقيقة ما تحسدتش والحاجة لكن ايه هو الق الق بدرجة عالية خاصة مع الطالب اللي بتعرض للنفخ كتير من اللي حواليه يعني مدرسين بتوعه بيقولوا انت هتطلع الاول على الجمهورية ابوه وامه متوقعين ويطلع الاول على الجمهور ولا الاول على المحافظة ولا المركز ولا على المدرس اي حاجة يعني بس بيبقى تحت مسئولية كبيرة جدا فبيحصل حاجة من اتنين يا اما بيقوم جاي في وقت من الاوقات ويلقى نفسه مش قادر لا يذاكر ولا ينام ولا يعمل اي حاجة خالص واللي بيذاكره بيتبخر من دماؤه بسرعة يقوموا جايب انهن العيادة النفسية الواد قعد ما عادش بيروح لادروس ولا بيفتح كتاب وحالته بقت سيئة جدا من الضغط اللي انتو عملي من الضغط المخ بيقوم رافض الحالة دي ويقوم فاصل نفسه خالص وحتى لو جاه يقرأ كأنه مش شايف حاجة في الكتاب حتى احنا بنسميها ظاهرة الانغلاق المخ قفل او باللغة الحديثة للمخ هنج ده 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 مصار في مصار تاني انه هيكمل وهو تحت هذا التأثير من القلق الزايد بس يدخل الامتحان ما يقدرش يستفيد من تلت او ربع اللي هو عارفه ليه المخ في حال التوتر الشديدة بيجي فتكر المعلومة اللي هو كان فاكرها كويس قبل كده مش جاية مش جاية لانه التوقعات منه عالية او توقعاته هو من نفسه ساعات الطالب نفسه هو اللي بيبقى حتى عامل الضغط ده على نفسه ليه لانه هو حاطت حاجة هدف معين ومالوش بديل حكاية مالوش بديل دي خطرة جدا ليه بقى بتحطه على المحك يجيب ده يتبقى فاشل وتموت احسن وفي بعضهم حتى بيفكر في الانتحار ايوه انا بسمع فعلا الكلام ده يتنجح يتموت يعني انا عندي تموت وما تبقاش فاشل ايوه بالضبط تحصل كتير نسمعها كتير الحاجة بقى الخطيرة انه في بدعة كده مش موجودة غير عندنا اسمها كليات القمة دي خدعة ايوه ايوه يا دكتور اوه يا دكتور اوه ان في حاجة اسمها مسمين حاجة عندنا اسمها كليات القمة هل ده معناه ان بقية الكليات كليات قمة اوه مش مهمة مهمة طبعا اوه ده ده خطأ جسيم احنا كمجتمع كلنا واقعين فيه واوليقى الامور واقعين فيه وطلب واقعين فيه ده عارف يا دكتور انا هقولك معلومة ما عرفش هي عند حضرتك ولا لا اوه يمكن لما تكلمنا عنها قبل كده ناس كتير دخلت هجمتين انه في طلبة بيجيبوا 60 و70% وبيروحوا يقدموا على الطب في السودان في جامعة خاصة وبيدخلوا الطب وعايز تخلط طب باي شكل وبروح روسيا وبروح رومانيا وبروح اي حال روسيا وصفدان ب60 و70% هل ده صح؟ اه هو هنا في حاجتين اول حاجة انه دخول الطب بالمجموع الكل ده مش صحيح ليه بقى؟ ايوة حلوة تمام لانه في مواد في مواد مش هتلزم في الطب خالص بالزبط فنقصت مجموع اه احنا نشوف برضو الدول المتقدمة عايشة ازاي بالزبط ما عندهمش حكاية المجموع الكل في مش عارف في الدراسات الاجتماعية وفي العربي وفي الحاجات ده كله لازم يجيب مجموع كبير في كل ده ويجيب مثلا 98 و99% على فكرة مجموع 98 و99% ده مجميع غير منطقية وغير سوية لانه العقل البشري مفروض ان هو ما بيجيبش الحاجة كده للاخر يعني لابد ان يبقى فيه نسبة خطأ ونسبة نسيان بس بس 70 و60% يدخل طب طب اقولك على حاجة احد اه اه استاذ زيتي كان استاذ انفو اوزن كبير اه كان بيحكينا انه داخل كله الطب ب65% ده من امتى من زمان ايه كلية ساعتك ايه كلية ساعتك ايه كلية ساعتك وكان نظام سنوية العامة زي دلوقتي ولا كان نظام مختلف لا كان مختلف يعني مختلف ازاي يعني كان اللي يدخل الطب ده لازم يمدارس ايه في سنوية عامة لا كان بيدرس الحاجات في وقت من الوقات ما كانش فيه علمي وادبي كان سنوية عامة كده على بعضيها وخلاص بعد بعد كده في الوقت اللي انا كنت فيه سنوية عامة كان فيه علمي وادبي بس دلوقتي فيه علمي وادبي ما كانش فيه علم علوم ولا علم رياضة ايه شو في لا في ناس ما بتبقاش دخل تعلم العلوم أصلا ده في ناس كان بتبقى أدبي ويدخلوا أصلا هو برضو المجامعة العالية دي قوي مش منطقية دي مصنوعة بتكلم على الأفريج يعني هل مثلا حد أدبي ينفع يخش طب لا طب ما ده بيحصل لا هو لازم يكون متميز آه بيحصل بيروح ويدخل في السودان وفروسيا أنا شفت فعلا نسخدها أيوة بيروح ويدخل هنا بنتكلم على التحايل يعني اللي بيحصل ما هو في الآخر أنت بتعالج بشر فدي مسئولية كبيرة جدا فما يبقاش التقييم على المجموع الكل لكن على مجموع المواد اللي هيحتاجها في كلية طب طب نرجع لمرجوعنا مرة أخرى كليات القمة عادينا نتخلص من الوهمة ده آه طبعا نتخلص منه ازاي لأنه كل الكليات يعني أنا فرحتي لويبه دكتور ودكتور فاشل يعني هل كلية زراعة مش في القمة؟ هل كلية لا ده فيه ناس كثير طلعوا التجارة مش في القمة؟ جدا القليات زراعة دي مطلعة هل كلية علوم مش في القمة اللي طلعت أحمد زويل؟ آه يعني عارف حضرتك أن أحمد زويل كان كاتب على غرفته الدكتور أحمد زويل وكان الهدف بتاعه أنه هيطلع طبيب الحمد لله الحمد لله ما طلعش طبيب هل ده من نوع من أنواع الضغط اللي حابت تكلم عنه ولا ده تحفيز؟ كان ضغط مجتمعي وهو رجل طموح عارفة اللي نزله إيه؟ درجات اللغات ودرجات المواد التانية اللي ملهاش علاقة خالص خالص بالمجال أساسي بالمجال العلمي آه بالمجال العلمي فلجلة حظه وحظنا إنه ما دخلش كله طيب بس هو كان عنده حاجة مهمة جدا بنقولها برضو طلبة السنوية العامة أو أي طلبة أو أي بني آدم الطموح موجود فبيبقى فيه هدف وهدف بديل أيوه لازم الناس تفكر بالشكل ده أنا عايز أحقق الحاجة الفلانية طيب الحاجة الفلانية دي جات عقبة خرج عن إراتي أو بإراتي وما عملتهاش يبقى فيه هدف بديل هو عمل كده ما جاتش طب يبقى قرب حاجة طب إيه؟ علوم ودخل علوم وصنع كل هذا المجد من كلية علوم نجيب محفوظ صنع مجده من كلية إيه؟ أداب فلسفة أداب فلسفة هاي أداب فلسفة من الحاجات اللي ممكن دي ما ينتبهوش إلى إنها يعني حاجة من الحاجات اللي يعني يتسابقوا عليها مثلا إنها حاجة مهمة جدا ودي اللي قدت لأدب نجيب محفوظ نكا خاصة الحتة الفلسفية اللي بيشوف بيها لأ وبيضا خصوصات دلوقتي كمان مهمة جدا نحن محتاجينها وخاصة في مجال التكنولوجيا مثلا والحاجات دي مجال معلومات طبعا فدي دي مجالات دلوقتي سوق العمل هيبقى محتاجها بشكل كبير فالمرصود الناس تركز عليها لأنها دي المجالات دلوقتي اللي فيها فلوس بالآخر كده لو أنتم بتهتموا بالموضوع ده ولكن طب خلينا نناقش الموضوع بطريقة تانية بيعملوا أولياء الأمور إنه طول الوقت ذاكر 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 ونت مذكرتش ليه ونقد شديد وتبكيت وضغط ومش شايفينه غير أن هو كائن امتحاني حتى بينسوا إنه ابنهم أو دي بنتهم هو كائن امتحاني مطلوب منه يبقى مكنة كده يجيب أعلى مجموع وما يفوتش نص درجة في أي مادة يعني أنا بشوف أسر لو الولد جاب في الامتحانات اللي في الدروس قبل الامتحان النهائي لو نقص نص درجة بتبقى حريقة في البيت هنا ده ضغط شديد أنا بصدقش إنه فيه كده لا فيه أنا بصدقش هذا أنا بشوف ده كتير قد أنا بصدقش فيه بقى ضغط تاني غير مباشر أب وام كده طيبين يقولوا إيه والله إحنا ما بندغطش عليه خالص إحنا بنقوله اللي تقدر عليه يعمله وإحنا راضيين بالليجيب بس هو الولد عارف إنه أبوه وأمه هيموتوا لو ما جابش 99% وهيموتوا لو ما دخلش كلية كذا أو كذا أو كذا أخذ بالي فده ضغط غير مباشر ما بيقولوش حاجة فعلا ما بيقولولوش بس هو عارف إنه إنته حياتكم على إنه يدخل كلية معينة فده بيبقى ضغط شديد جدا وبعدين بيحس بالزنب الشديد بقى أنه هو محققش اللي نفسه ليه ليه عايزين اللي هم ما عملوهش يشوفو في ولاده ما يمكن أنا لو شجعته مع اللي هم بيحبوه يوصلوا لحاجة أحسن منهم سبتنا صحيح بيسموها التربية بالتعويض إنه أنا مقدرتش أحقق حاجة فبيبقى طول الوقت عندي هاجس إن ابني يعمل اللي أنا ما عملتوش وإنه أنا بعتقد إن ابني في ظروف أحسن أنا معرفتش حقق دكت ظروفي وحشة لكن دلوقتي ابني كل حاجة بطالة نقول مثل مع بعض أنا ولية أمر دلوقتي مثلا مثلا ونفسي جدا بأنتي تطلع دكتورة تمام وخلاص أنا بأهلها نفسيا وإنه هي صغرة إنتي دكتورة وهي صغيرة اكتشفت مثلا إن هي موهوبة جدا في الرسم رسمة يعني إيديها كده دي الموهبة بتاعتها ودي التلنت بتاعتها عمل إيه إنتي بقى هتيجي تسأليني أقولك سبيها في الحاجة اللي هي بتحبها يا دكتور ده بتحب الرسم والرسم ده بيأكل عش هترسم إيه يعني وبعدين لو رسمت حتى ما فيش حد عندنا بيقدر الفن ولا الرسم ولا الحاجات دي هتشحك بالرسم لكن لو طرع الدكتورة خلاص بتطلع إذا فيه لوحة دلوقتي بتتبيع اللوحة بتمن تلاف جنيه بس مش عندنا يا دكتور بس مش عندنا يا دكتور أنا هقولك لا هتقوله فبنبص للحاجة من منظور نفعي قصير الأمد أو قصير المدى دي خلت عالم نفس كبير وعظيم جدا اسمه هاورد جاردنر هاورد جاردنر ده لما شاف الناس متكلبين على كليات بعينها أو على وظائف بعينها وشاف أنه العبقرة كتير أو يعانوا من أهلهم ومن مجتمعاتهم فعمل قاعد يدرس الزكاءات عند البشر فطلع نظرية مهمة جدا اسمها الزكاءات المتعددة قالني فيه حوالي سبع زكاءات متعددة منهم الزكاء اللفظي الكلام يعني وفيه الزكاء المنطقي الحسابي اللي هو الرياضيات وما يتصل بيها وفيه الزكاء الوجداني وفيه الزكاء الاجتماعي وفيه الزكاء الحركي وفيه الزكاء الصوتي أنه يسمع كويس وصوتي يبقى كويس وفيه الزكاء الروحي فقال أنه ما فيش حد ربنا حرمه من عدد من هذه الزكاءات حسب بقى تعرف أن أنت تعرفهم وتستغلهم صح لأن المدارس أو التعليم وده عندهم كمان مش عندنا يعني عندنا بقى تبقى حجيات أكبر يعني قال أنه الهيئات أو المؤسسات التعليمية بتركز على نوعين من الزكاء الزكاء اللفظي والزكاء المنطقي الحسابي بقيت الزكاءات واقعة يعني حد عنده زكاء حركي هيبقى رياضي هيبقى حد بيعمل حاجة بيها علاقة بحركة جسمه ولا لها أي وزن خالص في المدارس طب عنده زكاء اجتماعي يعني عنده قدرة قيادية عنده قدرة على التأثير في الناس تأثير على الآخرين على الآخرين وحاجات دي كلها عن تجميع الناس تحفيز الناس هذه موهبة الناس تتمناها كتير يعني وليلي أي مادة في الدراسة ليها علاقة بي لا مالهاش خالص حد عنده زكاء وجداني زكاء وجداني ده بيقدر إيه يحس بالناس ويحس بمشاعرهم بيقدر ينظم مشاعره ودول الناس بيبقوا ناجحين جدا في المجتمع وفي حياتهم ونجوم المجتمع بينجحوا بالزكاء الوجداني مش بالزكاء العقل بيوصلوا للناس بسرعة بزاة كده ده برضو ما فيش أي درجات عليه مهم جدا الزكاء الصوتي لو في حد ودنه حلوة أو صوته حلو هل ده فيه في الدراسة حاجة بالتوزن فالراجل ده نبه العالم على فكرة بعده بقى طلع يجي متين نوع من الزكاءات وانه ما فيش حد ما فيهوش يعني واحد أو أكتر فانا اكتشفه واشتغل عليه يعني كل حد مننا فيه كنز جواه لو طلع هيعمل بيه حاجة مهمة جدا في الحياة فهو وصل الرسالة دي للناس بس الناس للأسف هنا بقى ايه الأصحاب بقى المواهب والعبقرة اللي في حاجات تانية بيتظلموا جدا لأنه الحاجة اللي عندهم ما بتبعش في المؤسسات التعليمية ما بتبعش في المدرسة يعني أديسون مشهوه من المدرسة وقعد يلعب في شوية سلوك ومصامير وخشب ومشاهده ونجح يعني اشتاين نفس الحكاية نيوتي نفس الحكاية اشتاين ميشي من الدراسة مرجعش لفسنة 13 سنة قال لهم تب خدوه يعني يقعد يتعلم إراءة وكتابة وحساب كده حاجة يعني ياكل بيها عيش تخيل فلاقوا أنه الراجل قاعد بيعمل حاجات غريبة وبيعمل معادلات غريبة محدش فهمها فافتكروا أنه مريض هو عبقر وهو عبقر وهو عبقر حضرتك كل عظماء الإنسانية مروا بهذه الأزمة نتيجة لأنه ما لديهم أكبر من الناس تستوعبهم أكبر من الناس تستوعبهم في سؤال تاني مهم جدا صد علي طبعا السنوية العامة دي سن حرك شوية بالنسبة للبنات وبنسبة للبنات فدايما ممكن تلاقي الأم بتشتكي من إيه أن بنتها مجغولة في علاقة حب طبعا مش شرط أنها تبقى في علاقة في واحد مشاغلها وشاغل حياتها وفكرها طبعا في المرحلة دي كل البداية بتحس أنه ده الوحيد وده اللي بحبه وده اللي هكامل معاه وده آخر فوقه طبعا بيبقى مرحلة الحب مش حقيقي ولسته هم مفيش نطق كبير يعني ما يقدروش يحكموا إن الزاكان ده حب حقيقي ولكن ده ممكن بيعطلهم عن الدراسة هل الحل هنا بقى نحن نفضل بسهل دايما بينصحونا إيه لعبوهم رياضة كتير يلعبوا رياضة كتير مع المذاكرة بحيث أن إيه دماغهم ما تتشغلش قوي بالحاجات دي ودلوقتي بقى العصر كمان اختلف دلوقتي ما بقاش فيه واحد مشغلها بس أو مشغل عقلها بس دلوقتي بقى فيه حاجات كتير تانية ممكن لا مش باتكلم على أشخاص إنه الحياة بقت مفتوحة دي دا عن المدينة الغلط بقى كتير وبقى متاح أسهل من الأول بكثير يعني على أيام نحنا كانش فيه الكلام دا باللوقتي فيه انفتاح فظيئة في كل حاجة هنا الحكمة نتصرف إزاي نعمل إيه طيب يعني يمكن الحريك وصفتي ده خلى فيه تشخيص كده ملاحظين في الطب النفسي إنه زاد قوي في الفترة الأخيرة تشخيص البوردالاين او التراب الشخصية الحدية البنت بقى اللي بتعمل علاقات متعددة اللي ممكن بتهرب مع مع حبيبها ولا مع صاحبها اللي متمردع في البيت اللي بتعمل كاتينج وبتشرط إليها ومش عارف إيه وكلام من دا لأنه طبعا ده كان التشخيص ده كان نسبته حوالي 2-3% لوقتي بيقولوا يعني إنه لما بندرس يعني النسب حسين النسب زادت لستة أو 7% دي بقت نسبة كبيرة جدا نتيجة لحاجات اللي حريك بتقوليها دي يعني إنه بقى معروض إغراءات كتيرة للتصرفات بتعتبر متهورة ومندفعة وغير أخلاقية أو غير مقبولة اجتماعيا فده عامل أزمة كبيرة طيب هنا بكرة أما أنت بتيجي تتكلم معهم كمان أنت بتحس أنت شايفت وصلهم خالص هما شايفينك أن أنت جاهل ومش متابع وأن أنت كده شخص رجعي وأنه أنت على موجة هم على موجة تانية دي موجة تانية دي موجة عشرة في موجة عشرة مش تانية كده بيوقتوش منك حاجة خالص لا شايفين أنه الأجيال دلوقتي شايفة أن كل حاجة عادي يعني أنا بشوف بنات خمستاشرات وستاشرات يعني لا حاجات ما كتير كتير أول فبقت معايير الأباء والأمهات مختلفة تماما عن معايير ولادهم معاييرهم ليعملها مشكلة وهنا أكتر بقى بتزيد المشكلة ودي اللي بتعمل الاضطراب بتشارك بأسهم كبيرة في اضطراب الشخصية الحدية أنه يبقى الأب والأم واخدين موقف مبالغ في المثالية يعني عايزين البنت تبقى ايه ماشية كده زي الألف مش عايزين تبقى ماشية كده أنه ما بتغلطش أبدا مش عايزينها ما تغلطش بس مش عايزين حتى تشغلها عن حياتها ومستقبلها بس هما بيبقوا كده أهالي المرضى البوردالاين نلاحظ كده أنه عندهم إصرار شديد على المثالية عندهم حاجة اسمها البرفكشونيزم أو الكمالية عايزين كل حاجة تبقى مزلوطة فهنا أو أنا بقول البنت ليه أنه أكتر في البنات للتراب ده بسيبقى في الأولاد برضو ممكنينك فالبنت بتحس أنها بمعاييرهم ضيعة منحرفة منحلة أي اسم من الأسامي دي فبتحس أن الموضوع خلاص خسرها العلاقة بينهم بتنقطع تماما وهي بتبقى حتى عايزة تعمل الحاجات تستفزهم أو تسير اهتمامهم ليها أو تخليهم طول الوقت مشغولين بيها وساعات تبقى مطيعة ومستسلمة وساعات تقوم عاملة حاجة كده يعني حدث مروع يقلب الدنيا ولأ وساعات كمان فيه بنات ممكن يكونوا بيتدعوا المثالية قدام أهليهم وبنكتشف في الآخر كوارس كبيرة جدا ماهو دا بقى بنقول نبي بنوع من الذكاء الفضية يعني فيه حاجة اسمها نتعامل ازاي هنا أولياء الأمور يتعامل أنا عايزة سميها الأول عشان أعرفك يتعاملوا ازاي وياخدوا له من ايه فيه حاجة اسمها التربية السلطوية تربية السلطوية دي الأب والأم واخدين دور الضبط والربط الشديد أنه افعل ولا تفعل أوامر ونواهي أنا عايزة أبصر يعني أصدق أنه الأهل الفكة الفكين مع أولادهم لا 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 اللي بيتعاملوا معاهم بدون مثالية وبدون أن كل حاجة لازم تحصل كذا وبيتنقشوا مع بعض لا اللي تربية السلطوية دي الأب والأم طول الوقت بيدوا تعليمات وتوجيهات وما بيهمهمش المشاعر بتاعة الطفل سوى ولد أو بنت اعمل يا ولد ما تعملش يا ولد واللي بتوع السلطوية دايما يستخدموا الصباع ده الصباع السلطوي فهنا ما بيدوش أي فرصة للطفل إنه يمارس حريته أو ياخد قرار أو ينفس حاجة أو يعمل حاجة هو بيحبها هنا بقى هيطلع عندنا تلات نواتج للتربية السلطوية دي الناتج الأول إنه يطلع طفل بيسمع الكلام ولا يهش ولا يهش أنا من وازعل برد وازعل وقول ابني ماله ما عندهش شخصية ما عندهش شخصية النمط التاني إنه يطلع متمرد وهتمرد إمتى مش هعرف التمرد هو صغير لإنه مش هيقدر على التمرد ويفضل مطيع 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 أول ما يوصل لثالت أعدادي وقوله سنوي بليك الولد تغير تماماً بقى بيمشي مع أسوأ ناس أو البيت بقى بيمشي مع أسوأ أنواع البيت ده إعلان تمرد إعلان تمرد ده إعلان للتمرد أنا كبير توسع بقى أنت وهو هعمل كل اللي نفس فيه فده النمط التالت النمط التالت اللي حريك قلت علي بقى من شوية المنافق أبو الشي أمو الشي قدامكم أنا يعني فضيع يا سبحان الله أخرج من البيت أو أنتو بش موجودين أعمل أسوأ ما يمكن عمل التربية السليمة بقى تبقى إيه تربية السليمة عندنا حاجة اسمها الولدية الرعية والولدية الناقضة الرعية اللي هي بتدي الحب والحنان والطيبة والأمان والحاجات دي كلها الأمة أو الأب واللي هي بتدي الحاجات دي غير مشروطة تمام يعني أنت ابني أو أنت بنتي بحبك مهما كنت وحلوة وحشة بس إيه في الآخر أنا أمك أو أنا أبوك طيب اطمن الولد أو البنت على أنه الأب والأم بيحبوه حب غير مشروط تمام وبيقدموا له الرعاية اللي هو بيحبها وبيحتاجها جاه في موقف أخطأ فيه أو حاجة لو الأب بقى أو الأم هيدخله هنا بيه الأب الناقد أو الأم الناقدة اللي هتوجه أو هتنبه هيقبل لأنه أخذ الحقيقاته قدر من الثقة كمان الزبط كده لكن لما يبقى الأب أو الأم طول الوقت مشغلين مكنة النقد والتوبيخ دخلها أسبقا هيفقد الثقة هيفقد الثقة في نفسه في نفسه والثقة فيهم طبعا والعلاقة تبقى مضطربة جدا طبعا وهنا هيبقى من أهم أهدافه أنه هو ينكد عليهم أنه يعمل كل الحاجات اللي بيكرهوها فعندنا حاجة في قواعد زهبية في التربية من ضمن قواعد الزهبية حب المربي لو الولد أو البنت حبه الأب والأم حب حقيقي وده مش هيجي لو الأم والأب حبه حب حقيقي مش حب فطري أصدق تقول مش حب بالفطرة حب حقيقي حب حقيقي القاعدة الزهبية التانية اسمها المناع على المنع يعني فيه أب وأم يجي يقولك إيه أنا مش هخلي أولادي يدخلوا على الإنترنت وفيه أبا أمهات ما دخلوش تلفزيونات جوا بيوتهم خالص ومش هخلي أولادي وبناتي يطلعوا الشارع أو يختلطوا بحد دول عملوا إيه المنع منعوا كل مصادر التلوث اللي ممكن تأثر في أولاده وفتكر أن هما نجحوا كده أن هما حموا إولادهم من هذه المصادر اللي ملوثها الوعيو لا بس هما كده هل ده يطلع سوي؟ هل ده يطلع سوي؟ جهلة جاهل بكل شيء حواليه ده جاهل ده يطلع أنه مش عارف حاجة خالص مش عارف حاجة خالص طبعا أول ما يتعرض بقى لأي مشكلة هيتلوث بأقصى أنواع التلوث زي ما يكون حد أنت حفزت عليه حطيته في جوه معق أول ما يطلع يلقط ميكروب ما فيش عنده جهاز مناعة ما تعودش في التربويين يقولوا المناعة للمنع يعني إيه ابني هيطلع ويخرج ويتعامل مع الناس ومش عايف إيه ويلعب مع أولاد يمكن يسمع ألفاظ مش حلوة بييجي نقوم إيه ما زبط إحنا في البيت بقى لأ الألفاظ دي حبيبي ما تتقلش خالص هؤ أنت سمعتها برده أه بس ما تتقلش خالص عندي إحنا ما نقولش الألفاظ دي شاف حاجة في التلفزيون مش مناسبة بنقولهم دي مش مناسبة دخل على الإنترنت دخل على مواقع مش تمام فبنعرفه إن دي مش تمام ونربي فيه بقى المناعة الزاتية لإنه أنا مش هقعد على راسه ولا على راسها طول الوقت طيب أخيرا بقى ندي نصيحة نهائية كده للطلباء اللي دخلين على سنوية العامة خلاص الابتحانات قربتها هي تقول لهم إيه نقفل كل مصادر القلق فهنعمل إيه فيه حاجات بيولوجية نقولها الأول ننام أوقات كافية ما فيش حاجة اسمها طبق ليلتين ولا تلاتة واربعة ولا في حاجة اسمها أصهر ليلة لمتحان للصبح عشان أخلص المقرر ما فيش ده إنها تصهر هتروح عنيك مفنجلة من القهوة والشاي والمنبهات ممكن ما يكون حد ما ذاكرش أصلا وروح حل حسن منك بزبت كده ده اللي بيحصل يعني أنا بقوله كده وده عن تجربة شخصية أيها ما عمري ما دخلت امتحان وأنا مخلص المواد دي كلها حد ما خلصت الدكتوراه أو الله يفعل كان دايما يبقى فاضل حاجة وأنام بالليل خلاص اللي خلص خلص اللي ما خلصش بقى بزبت بسلام كويس بسلام كويس يبقى لما بنام كويس هيصحى قدرته على التركيز أحسن بيقى السؤال كويس والجوب كويس التغذية تغذية يعني ممنوع الحاجات المعلبات المملحات المياه الغازية كل الحاجات اللي فيها مواد حفظة مواد ملونة مواد مكسبة للطعم الديليبري طرى بطول الليل سهرانين وبطلبوا ديليبري من بره الديليبري فيه كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي كل أكل اللي عامله ماما في البيت الأكل اللي ما بيعجبكش ده صحي جدا هتعمل أكل طبخاه هي في البيت ونزود بقى من الحاجات الطازة الخضار الطازة الفكهة الطازة ما فيش توطر ونبعد عن التوتر النوم والتغذية رياضة كل يوم يا رياضة في البيت يا رياضة ماشي وبعدين ما ناخدش منبهات بكميات كبيرة شاي قهوة والأكتر بقى حبوب منبهة اوعى تاخد أي حبوب منبهة منبهات دي ألا إيه سألك عليها بعدين بس بعد ما أختم تمام ها تضالي ده من ناحية الطالب ماشي من ناحية الأهل نفيش بقى لا نقد ولا توبيخ ولا ضغط ولا إلحاح ولا حاجة خالص عليه تمام بالذات في الأيام اللي قرب الامتحانات وأيام الامتحانات نفسها على المجتمع بقى كله إنه ما نعملش السنوار العامة وكأنها معركة احنا دخلينها في حرب كده هتحصل إحنا دخلينها ونتخلى تماما عن فكرة إنه فيه قليات قمة وقليات لا تقع العلم كله العلم كله عظيم والحياة محتاجة كل التخصصات كل التخصصات والتي تقدر عليها هاته زي ما أنت الكلمة العظيمة اللي أنت قلتها في بداية البرنامج الحاجة بقى اللي تخص وزارة التربية والتعليم في الامتحانات إنه الطالب يبقى داخل وعارف نظام الامتحانات كويس وتدرب عليه طول السنة ما يتفاجئش بأي حاجة جديدة في آخر السنة أو في الامتحان دكتور محمد المهدي أستاذ الدكتور بالنفسي بجامعة الأزهر نورت لي النهار دي فانديم أشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة مشاهدين